فيروس كورونا هل يمكن التعامل معه كوباء موسمي؟ جامعة ستانفورد الأمريكية تؤكد أنه لدليل ملموسا حتى الآن على تأثير تغير الضقص من بارد إلى حار على سلوك كورونا هذه الفيروسات لا تعي في أي وقت من السنة نحن فإذا كان هناك أشخاص قريبون جدا من بعضهم فيكفي ذلك لأن ينتقل الفيروس من شخص لآخر اعتمدت تلك التوقعات على الفيروسات السابقة التي لم تظهر في بداية اكتشافها أن يتأثر بتغير الضقص الدراسات متباينة بهذا الشأن إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة الاتزام بالتباعد الاجتماعي تحت درجات حرارة متغيرة يسعى أيضا علماء أمريكيون في جامعة يوتا إلى اختبار عينات من فيروس كورونا ما قد يساهم في التعرف على كيفية تفاعل الفيروس مع تغيرات درجة الحرارة في حالات الفيروسات السابقة لم تظهر أي تفاعل مع المواسم في أول سنة لها التجارب لا تعني استخدام نسخ حقيقية من الفيروس بل تستخدم نسخا وهمية لهذه الفيروسات ما يجعل التجارب آمنة وغير معدية الهدف من تلك التجارب معرفة مدى قدرة انتقال الفيروس في ظروف مختلفة ومع الهواء الطلق في حرارة الصيف ذلك سيؤدي للتوصل إلى نتائج حول المدة التي يجب أن تستمر خلالها سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي اشتركوا في القناة